كما تفقد رئيس مجلس الوزراء دكتور مصطفى مدبولي شركة إيميسا دانم لصناعة الملابس الجاهزة جاء ذلك خلال زيارة اليوم لمنطقة تبيض العرب الصناعية ببنسويف حيث يعزز المصنع المكون المحلي الذي تصل نسبته إلى 90% من الخامات المستخدمة في التصنيع فضلا أنه يستهدف الوصول إلى إنتاج عشرة ملايين قطعة ملابس بحلول عام 2028